لكن السبب في استعجال الأمريكان في شن الحرب هو أن الحرب بيزنس ترى الحرب بالنسبة لديك تشيني نائب الرئيس كان بيزنس كانوا خايفين أن يطيح صدام والأوروبيين يدشون يأخذون أهم الكيكة صحيح فنأخذ كل الكيكة ونأخذ كل الكيكة ونطرد الأوروبيين اللي تحالفوا معنا بما فيهم الإنجليز طرى الإنجليز ليه الحين عظون أصابقهم ليه الحين ليه يومك اليوم يقولون أخ شلون ساعد نحن الأمريكان ونأخذ هنا شيء كل الشركات اللي ادخلت العراق وتسوت إعادة العمار كلها أمريكية عاربت شلون فالسياسة الأوروبية كانت تبيت تغيير يتم في النظام مو من خلال حق ديك تشيني اللي هو نائب بوش واللي هو الأب الروحي اللي بوش أكبر منه سنن وهذا توص بي يعني جورج بوش الصغير الولد بعدين مدمن كان يطق البطن من قاعة هذا مفهوم يعني ويقول يقول يعني اي كامتو ديك تشيني فرم بوطل فرم بوطم بوطل من قاعة البطل اي من قاعة البطل واللي انقدرني فلان لفلاني ديك تشيني ديك تشيني وواحد قسيس كبير صديق العائلة انيهو مو هذا الموضوع الموضوع ان ديك تشيني كان يبي حرب بسرعة ليش؟ لانه هو صاحب شركة هالي بيرتن النفطية شركة هالي بيرتن تشتغل بكل شي بالنفط بالمقاولات بالهادم هذا هذا اللي طلع حتة الكورنفليكس يبيع على الأمريكان هذا كان متأهد الجيش الأمريكي لكل احتياجاته في الخليج والجزيرة تخيل تقريبا نصف مليون جندي كل يوم يعقلون ويشرقون وعندهم مهاجع وعندهم العنابر مالتهم عندهم مهدومهم قسيلهم كذا 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 جمنا مشقل مشقل ميتين فندق في يوم واحد معل ذلك ؟ كل الأرباح تيغله إلى هالي بيرتن هالي بيرتن هي اللي كانت تزود الجيش بكل احتياجاته من الحامبيرغر الى الكورنفليكس الى الملك الى الشوكر arises الى الككس الىnu هل مستوردونها حتى تقني لهم من اللي استوردونها حتى ينكت لهم ولهما كل الانكم هالي بيرتن هالي بيرتن هي حق داكتشيني 속 داكتشيني موسيقى